طيب حضيك قلت من استطلاعات الرأي يجب أن نحن لا نعاول عليها كثيرا وأعتقد أن ده مثال واضح في 2016 هلاليك لينتن كانت متقدمة في استطلاعات الرأي بفرق خمس نقاط ولكن في النهاية هو دونالد ترامب هو من يحسم السباق في هذه المرة طيب حضيك قلت برضو أن استطلاعات الرأي بتكون موجهة موجهة من مين فن؟ هي بتبقى طبعا الجهة أول حاجة عشان تصنف الاستطلاعات الرأي لازم تشوف الجهة اللي عملها إيه الجهة هي بتبقى لها حسابات وتقديرات في إدارة العملية الانتخابية أنها تبقى موجهة لشرائح معينة يعني ببساطة أنه ترامب مثلا بيشتغل على الشريحة الخاصة برجال الأعمال ما بيقربش من الطبقة العاملة إلا في الفترة الأخيرة يعني ما تتوقفش أمام أنه نزل في الشوارع ورح محلات لشعبية وقاب العمال لكن الطبقة اللي بيشتغل عليها هي الطبقة البروجوزية لصحة التعبير العليا في المجتمع الأمريكا عشان ده يفصل لحضرتك أن الأسلياء هم من مولوا الحملة للتعبير هي بتأثيرهم أكبر طبعا وبالتالي طبعا ده دوند قالوا ماسك بيدي مليون دولار بالزبط بالزبط فطبعا هو دول اللي رفعوا عمليات التمويل وفي نفس الوقت هي دي الطبقة اللي بيستند إيديها ترامب بسرعة أو بأخرى السيدة هاريس كان من الزكاة أنها اشتغلت على شرائح في المجتمع بعيد عن موضوع المرأة والشباب هي بتقدم نفسها كوجه مقبول في المجتمع الأمريكي لكن خلي بل حضرتك والمجتمع الأمريكي مولع بالزواهر يعني ممكن يجيب ممثل يجيب فريق يجيب كذا فهو عنده ده يعني بصرف النظر أنها سيدة والأول مرة ستأخذ انتخابات رئاسية ليه شفنا بيونسي مثلا ما احنا عارفين بيونسي جايزي كانوا بيحبوا قوي بباراك أوباما قبل كده يعني هي حتى في المؤتمر لحدك تبعتي هي قالت أن أنا مش بكلم بصفتي مغنية أنا بكلم بصفتي أمه القضايا دي بتهم المجتمع الأمريكي يعني إذا كان ترامب بيركز على الهجرة ودخول الأجانب وتحويل أمريكا إلى دولة متخلفة على حد قوله غيره من الأمور هي بتقدم نفسها كوجه مقبول بالنسبة لشريحة المرأة بالنسبة للمرأة دي مهمة جدا بالنسبة للشباب لكن بطبيعة الحال لازم نفق قدام بعض الأمور السيدة هارس بعيدة عن موضوع أنها قديرة في موضوعات السياسة الخارجية هي استعانت بأوباما واستعانت بميشيل أوباما في الحملات الانتخابية دي مهمة جدا أنها بتكتذب شريحة يعني حضرتك تبقي متابعة شخصية فيها حضور كاريزما فأوباما حتى عناصر الإدارة بتاعته كانوا يشاركوا في الحملات الانتخابية هذا يفسر لحضراتكم أنه هو في سعي من قبل السيدة هارس تستعين بهؤلاء بتكتذب حضور والشعبية في أوساط كتيرا يعني الملونين والزنوج والسود هيبقى لمشيل وهي بتتكلم في الحضور في المؤتمرات وغطة مؤتمرات الرئيس أوباما حتى الشعرات بتاعت حملته لو حضراتك كنتوا اذكروها هي نفس الشعرات اللي بتستخدمها السيدة هارس في الحملة الانتخابية المثال ده نحج ديمقراطي بشكل عام هو ده الحزب يعني بصرف النظر أنت في الآخر مش بتتكلمي كمرشح بالضبط المرشح بيبقى معبر عن سياسات الحزب لأنه في النهاية حينما أرادوا أن يأتوا بوجه جديد من خارج الدائرة قاتوا بهارس لكن هي كانت نائبة كما تعلموا لها دور كبير لكن أطاحوا بي الرئيس جو بايدن لاعتبارات كتيرة قوي بس خلي بالحضراتكم فيه جزء من مؤسسات القوى الفيدرالية الأمريكية بتأدي دور في ده يعني الولايات المتحدة حينما تعاملت مع ظاهرة الفوضى واقتحامل كونجرس وظاهرة ترامب والفوضوية الشعبوية تعاملت بمنطق الدولة الكبيرة الدولة الفيدرالية إنها تأتي برئيس متقدم في السن بصرف النظر عن موضوع التدخل في الانتخابات أو غيره لأن دي زواهر موجودة في المجتمع الأمريكي مش نقدر ننكره يعني التوقع بي عمليات اختراقات الانتخابات الأمريكية من قبل دول زي مثلا سين وروسيا ودول حيحصل تزوير في بعض المجمعات الانتخابية حيحصل يا دي أمور معتادة لكن لا نتوقف أمامها لكن في مؤسسات القوة في النظام السياسي الأمريكي بتحكم حضراتكم هذا المسار